تعرفين طبعا الحكاية بتاعة ميكالي الموديل الفني لمنتخب الأولمبي وعصام الحضري وكان أنباء عن رحيلة كابتن عصام الحضري عن الجهاز الفني لمنتخب الأولمبي وأن في مشكلة بين ميكالي والكابتن عصام الحضري الأمور دي اتجددت تاني خلال الساعات الأخيرة وميكالي طلب أو أبدى غضب شديد من الكابتن عصام الحضري بسبب عدم تواجده في الاجتماعات الأخيرة للجهاز الفني رغم انتهاء مباريات كأس الخليج بالعلاق تعرفين الكابتن أسام الحضري كان بيحلل المباريات هناك مباريات كأس الخليج وهو ما لقهوش بيحضر الاجتماعات فأبدأ غضبه مرة أخرى ومرة أخرى طلب رحيل الكابتن أسام الحضري من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وتعيين مدرب آخر كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي وعدوا بالتدخل وحل هذه الأزمة في الساعات القليلة القادمة